غادرت حاملة الطائرات السينية اليونينغ هونغ كونغ بعد مشاركتها في احتفالات الذكرى العشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم وقد أجرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مراسم توديع الحاملة في ميناء فيكتوريا وفي غضون الأيام القليلة الماضية فتحت حاملة الطائرات مع 15 سفينة حربية أخرى أبوابها أمام الجمهور للمشاهدة والتعرف حيث تم توزيع ألفين تذكرة على سكان هونغ كونغ كي تتاح لهم رؤية الحاملة اليونينغ عند عن قرب وقد بلغ عدد الزائرين نحو 50 ألف شخص